الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله نقف مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج أخرج الإمام مسلم في صحيحه من رواية الصحابي أبي عمر وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم فهذا الحديث يعني كلمات بسيطة ولكن معانيه عظيمة وفيه فوائد كبيرة جدا أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على الدين وعلى الإسلام وعن كل ما يجلب لهم وعن كل ما يجلب لهم رضى الله تبارك وتعالى والحاجة التي تنجيون من سخط الله جل وعلا فجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله قل لي في الإسلام جسألوا عن الدين ما سألوا عن الدنيا ولا سألوا عن المال ولا سألوا عن الجاه ولكن سألوا عن الإسلام لأن همهم الأول هو رضى الله جل وعلا وجنة الله جل وعلا عشان كده ربنا جل وعلا اصطفاهم وجعلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ولحمل هذا الدين وربنا ذكر عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ذكرنا النقطة دي ليه عشان نحن نتأسى بهم ونقتدي بهم ونسير في دربهم هؤلاء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنهم وكلنا هدفنا رضى الله جل وعلا وجنة الله جل وعلا وربنا جعل لنا القدوة عشان نقتدي بهم فقال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك وده يدل على شدة حرصه لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك معنى هذا الكلام إنه دائر جواب يكون مانع أحد وفاصل وكافي بالنسبة لي في الإسلام حاجة عني في الدين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى قال له قل آمنت بالله ثم استقم كلمتين النبي صلى الله عليه وسلم اختصر فيهم الدين كله وجمله الدين كله ودي واحدة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أوتي جوامع الكلم يعني شنو؟ يعني في كلمات بسيطة وبعبارات بسيطة يوضح ليك أشياء ممكن الواحد يتكلم ساعة أو ساعتين قال قل آمنت بالله ثم استقم فالإيمان بالله وده راس الأمر وده أساس الدين ولا بد لمن أراد أن يؤمن بالله أن يحقق أربع أمور أول هذه الأمور الإيمان بوجود الله جل وعلا لا بد لمن يؤمن بالله إنه يؤمن بإنه ربنا موجود وفي ناس بيستغرفوا لا لأن في ناس بينكر وجود الله جل وعلا في ناس بيقولوا الله ما في ما في ما في الله والله قعدين موجودين ينكر وجود الله جل وعلا والله جل وعلا موجود مستوين على عرشه بائن من خلقه جل وعلا وآيات تدل على وجود الله جل وعلا الله جل وعلا يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت يعني الناس لو بعين للحاجات دي وهذه المخلوقات دي بتدل على شنو هذه الأشياء تدل على أن هناك صانع هذه الأشياء يعني ربنا يقول أفلا ينظرون للإبل دي كيف خلقت والسمد كيف رفعت رفع السماوات بغير عمد ترونها ما في أي عمود ماسك السماء وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت كل هذه الأشياء تدل على وجود الله جل وعلا وربنا جل وعلا موجود بذاته فوق العرش بائن عن خلقه ما زي ما بيقولوا بعض الناس هي الطرق الصوفية وغيرهم إن ربنا جل وعلا قاعد في كل مكان بذاته لا هذا الكلام باطل الله جل وعلا موجود بذاته فوق العرش بائن عن خلقه ولكن موجود بعلمه في كل مكان الله جل وعلا سميع بصير عليم خبير وغيرها من الأشياء دي النقطة الأولى النقطة الثانية الإيمان بربوبية الله جل وعلا لا بد لمن علمه لأن الله جل وعلا موجود أن يؤمن بإن ربنا هو الرب هو الرب الخالق الرازق المدبر المحيي المميت وغيرها من صفات الربوبية التي تدل التي تدل على أن الله جل وعلا مالك الكون ومالك كل شيء وخالق كل شيء ربنا جل وعلا يقول الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل بل إن ربنا جل وعلا ذكر عن المشركين ذاتهم قال ولئن سألتهم أي يا محمد ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم حتى الكفار المشركين الزمان عارفين إن الله خالق ولكن برضو للأسف في كثير من الناس ما عارفه لسه إن الرزق بيض الله وإن ربنا هو الخالق وإن ربنا هو الرازق ناس الواحد يمشي عشان دائر الجنة يمشي للشيوخ ويمشي للفقرة ويمشي للفكية وربنا جل الله على موجود وقريب ويقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء ومالك الملك مالك كل الأشياء فالحاجات كلها عين ربنا ليه الناس تلجأ لغير الله جل وعلا وناس ما يملكوا حاجة لعندهم لك جنة لعندهم لك رزق ما فيه كل عند الله جل وعلا الذي بيده خزائن كل شيء دي الوقفة الثانية الثالث أو الشرطة الثالث الإيمان بألوهية الله جل وعلا فلا بد لمن آمن بوجود الله وبربوبية الله إن يؤمن بإن ربنا هو الإله أي هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له في ذلك أي عبادة تصرف لذلك الرب الخالق الرازق المحيي المميت له وحده لا شريك له الدعاء لله جل وعلا الاستغاثة بالله جل وعلا الاستعانة بالله جل وعلا كل العبادات التوكل الرجاء الخوف كل هذه الأشياء تكون خالصة لله جل وعلا لا شريك له في ذلك ما تدعو غير الله ما تنادي غير الله ما تقول يا فلان تلحقنا ويا فلان تفزعنا والله جل وعلا قريب وموجود الله جل وعلا يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أإله مع الله لابد أن الناس تعرف هذا الشيء وهذا هو أصل الدين لأنه أي زول وقع في الشيء الذي يخالف هذا التوحيد وهو الشرك بالله جل وعلا فقد خسر خسران مبينة الله جل وعلا يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار دعيت غير الله شرك بالله جل وعلا توكلت على غير الله أشركت بالله جل وعلا علكت الحجاب اعتقدت في غير الله الرزق وفي غير الله بنفع وبيضر ده كل شرك بالله جل وعلا وشرك يحبط العمل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور والله لو صليت وزكيت تصدقت وأنفقت وعملت كل حاجة ولكن أشركت بالله جل وعلا دعيت غير الله ناديت غير الله استعنت بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد حبط جميع عملك إذا مت على ذلك فلابد أن ننتبه لذلك الرابعة الإيمان بأسماء الله وصفاته لا بد أن نحن نؤمن بأن ربنا جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلا ليس كمثله شيء وهو السمع البصير هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فهذه الأشياء المتعلقة بالإيمان بالأجل وعلا ثانيا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل أمنت بالله ثم استقم أي استقم على طاعة الله وعلى عبادة الله تأتي الأشياء اللي أمر بها ربنا تبارك وتعالى وتقيف عند حدود الله وتجتنب النواهي والمنكرات وتأتي الواجبات وتقدم يعني الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله جل وعلا وهذا الحديث هو مصداق لقول الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقوله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون من آمن بالله جل وعلا واستقام على دين الله وعلى شرع الله كما أمر به الله وكما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا ابتداع ولا إحداث في الدين فيدخل بإذن الله في هذه الآية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فنسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد